اللحظات الأولى في الجنة ستكون مبهرة جدا حين نرى الأنهار والقصور والثمار والخيام والذهب واللؤلؤ والحرير حين نلتقي بأحبة ماتوا منذ زمن وغابوا عن أعيننا حين يلتقي الإبن البار بأمه والشيخ الفان بابنته والوالدان بابنهم الذي مات صغيرا وودع لهم الحياة حين نرى المريض شفي والمهموم سعد والشيخ عاد شابا والعجوز رجعت فاتنة حين نلتقي بالأنبياء ونسلم على الصحابة ونتعرف على علماء الأمة ونشاهد مجاهديها ونرى شهداءها ونبصر الملائكة بأعيننا رأي العين ويقال لنا هذا أبو بكر والقادم هناك عمر والجالس تحت الشجرة هو ابن الوليد ونسمع صوتا عذبا فيهلل الجميع إنه نبي الله داود ولكن قد تتساءل عزيز المشاهد عن أول اسم يتذكره أهل الجنة ولماذا؟ لمعرفة إجابات هذه الأسئلة شاهد هذا الفيديو حتى النهاية إذا جمع أهل الجنة في الجنة يتحدثون ويتذاكرون أمورا كانوا فيها في الدنيا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين كنا في الدنيا خائفين كنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه أي كنا ندعو الله عز وجل في الدنيا ولهذا من علينا فأي اسم يذكرونه في هذا الوقت عندما دخلوا الجنة ونجهم الله من عذاب النار يتذكرون اسما من أسمائه إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فهذا هو الاسم الأول الذي يتذكرونه في تلك اللحظة البر هو اللطيف هو العطوف كل خيراتنا منه جل وعلا هو الذي أصلح أحوالنا وقنى من عذاب النار قال القرطبي أيما عمل من خير أو شر وقد ورد في الآثار وكتب التفسير أن أهل الجنة يتذكرون أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا من عناء وتعب فيحمدون الله تعالى على ما أوتوا من النعيم كما قال الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما ثبت في السنة الصحيحة أن ضيافة أهل الجنة أول دخولهم لها زيادة كبد حوت وذلك في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبرا من أحبار اليهود جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يختبره عن بعض المسائل فجاء في حديثه قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا إلى آخر الحديث رواه مسلم وقد ورد إثبات ذلك أيضا في أحاديث أخرى في الصحيحين والسنن وإنما انتقين هذا الحديث لما فيه من تفرقة بين أول الظيافة أهل الجنة تحفتهم التي هي زيادة كبد الحوت وبين غذائهم الذي به يتغدون بعدها والذي هو لحم ثور الجنة وقد أعد الله لأهل الجنة أنواع كثيرة من الطعام لا حصر للبشر بها مما علمها الإنسان ومما لا يعلمها ومن كثرتها يظن أهل الجنة أنهم قد رأوها من قبل فإذا هي أصناف جديدة متشابهة في الشكل واللون ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن طعامهم الثمار واللحم لقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفيها كل ما يطلبه ويشتهه الإنسان لقوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ومن خصائص الفاكهة في الجنة أن لكل نوع منها صنفين وكل صنف له ميزاته وخصائصه التي تختلف عن الصنف الآخر وأنها تأتي إلى صاحبها وتقترب منه دون الحاجة إلى شرائها أو جلبها فتكون مذللة لهم ومما يميز طعام الجنة لذته لذلك يعطى أهل الجنة قوة عظيمة للحصول على اللذة الكاملة في الجنة اللحظات الأولى في الجنة ستكون مبهرة جدا حين سنرى النبي صلى الله عليه وسلم حين نرى أصحاب الأخدود وأهل الكهف وأصحاب السفينة ومؤمن أهل فرعون ومؤمن أصحاب القرية وذو القرنين وهذا الراوي أبو هريرة وذاك ترجمان القرآن ابن عباس حين نرى الله تعالى كرؤية البدر ليس بيننا وبينه حجاب كيف ستكون أول لحظة وأول ليلة وأول صباح في الجنة وقد انتهى العمل والتكليف وفرغ الناس من الحساب وغادرنا عالم النفاق والشرور والحروب والكرهية واختفت وتلاشت الهموم والمشاكل والشيب ووهن العظم وديق الصدر والأدوية والأجهزة والمهدئات كيف ستكون لحظة رؤية الله سبحانه وتعالى وهو يقول قد رضيت عليكم فلا أسخط عليكم أبدا إن الجنة تستحق فعلا أحبتي أن نجاهد ونجاهد أنفسنا أولا وقبل كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وهذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة